السلام عليكم ورحمة الله اليوم كتبت نموذج أسئلة رياضيات للصف الثاني المتوسط الامتحانات نصف السنة كتبت خمس أسئلة إن شاء الله تستفادون من عدها السؤال الأول لامتحانة مثلا اليوم أو باتشر السؤال الأول يقول حل المعادلات الآتية باستعمال الضرب والقسمة مطيني جذر التكعيب 8 يواي تقسيم مطلق السالب 6 يساوي 3 تربيع يلا عيني شلون نحله أول مرة نطلع الجذر التكعيبي للثمانية مين جاي 2 في 2 في 2 يعني شنقول 2Y تقسيم مطلق السالب 6 يساوي 3 تربيع 9 هاي أول خطوة بعدين هو قاي اللي بيستعمال الضرب والقسمة هنا قسمة نحولها إلى ضرب أقول 2Y يساوينا 9 في 6 2Y تنزل 9 في 6 54 نقسم على يمن على معامل Y اللي هي 2 نختصر هاي الاثنين ويه الاثنين وهاي على اثنين بها وحدة 5 كم اثنين بها اثنين يبقى 1 14 على اثنين بها سبعة Y يساوينا 27 هذا المثال الأول أو السؤال الأول كل شي ما سوينا بس أخذنا الجذر التكعيبي اللي هي 8 Y والسالب 6 مطلقها 6 و 3 تربيحها 9 قسمة حولتها إلى ضرب نزلت إلى 2Y 9 نزلتها في 6 2Y يساوينا 6 في 9 أو 9 في 6 54 قسمت على معامل Y واختصرت طلع لي Y يساوينا 27 مزيد السؤال الثاني يقول لي جد ناتج ما يأتي 16 R2 V 6 سالب 15 على R2 V تربية يلا عيني إذا جاني هيت سؤال أول مرة نختصر السالب ويه السالب موجب السالب ويه السالب موجب وعيني 16 على 5 ناخذها 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 على 3 ناخذها أي 16 18 مو 16 هنا ما يصير 18 ناخذها على 3 18 كم 3 بها 6 و 15 كم 3 بها 5 نقول ويه يساوينا 6 على 5 6 على 5 أزين 6 على 5 R2 نقول 6 على 5 والR أخليها 2 ناقص 2 والV 6 ناقص 2 يعني اختصرت أول مرة الـ 18 على 15 ناخذتها على 3 18 كم 3 بها 6 6 في 3 18 و 15 كم 3 بها 5 طلعتنا 6 على 5 الـ R عند القسمة تطرح الأسس أخذ من عندها وحدة 2 ناقص 2 والV 6 ناقص 2 يساوينا 6 على 5 R 2 ناقص 2 صفر والV 6 ناقص 2 4 ويساوينا 6 على 5 R صفر ما يعني هو ما دام الأسس صفر ما ما كتبه يعني واحد وV أس أربعة هذا خلص المثال أو السؤال الثاني السؤال الثالث حدد ما إذا كان المثالث بالأضلاع المعطاه ومثالث قائم الزاوية أم لا مطينا 4 7 5 شقول 7 تربيحة يساوينا 49 و4 تربيحة 16 و5 تربيحة 25 يلا عيني هس نقول 49 49 نجمع ويا من نجمع 16 ويا 25 49 نزلتها 16 زاد 25 بها 41 إذن هذا 49 لا يساوي 41 شكتب علي مثلث غير قائم الزاوية لماذا؟ لأن هذا 49 وهذا 41 لو كان هنا 49 شاقلة مثلث قائم الزاوية زين السؤال الرابع جدت جذرين التربيعين الموجب والسالب مطينا 9 5 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 ثلاثة على خمسة اضرب ثلاثة على خمسة ثلاثة على خمسة ثلاثة في ثلاثة تسعة وخمسة في ثلاثة اخذ سالب ثلاثة على خمسة 9 على خمسة يffe dimanche هم أقول سالب 3 على 5 في سالب 3 على 5 السالب بالسالب موجب 3 في 3 9 أو 5 في 5 25 هذه مرة خطة موجب ومرة خطة سالب ناخذ 49 نجذر 49 يساوينا 7 أقول 7 في 7 يساوينا 49 وناخذ السالب 49 خطة موجب وسالب يساوينا السالب 49 بها سالب 7 في سالب 7 سالب بالسالب موجب 7 في 7 49 السؤال الخامس صنف العدد حيث كونه نسبي أو غير نسبي 8 على 0 قول عدد غير حقيقي 8 على 0 عدد غير حقيقي جذر 16 حقيقي نسبي حقيقي ونسبي ليش؟ لأن الجذر 16 يطلع من تحت الجذر 4 حقيقي ونسبي جذر 27 غير حقيقي غير حقيقي وصفر على جذر 2 شو نقول حقيقي نسبي حقيقي نسبي 8 على 0 غير حقيقي جذر 16 يطلع من تحت الجذر 4 حقيقي ونسبي وجذر السالب 27 غير حقيقي وصفر على جذر 2 حقيقي ونسبي هاي عيني النموذج 5 أسئلة إن شاء الله تجيكم منعدها وتستفادون منعدها وبالتوفيق يا ربوي ترجمة نانسي قنقر